أنتقل إليك سيد محمود من إسطنبول لماذا قد تضحي تركيا بعلاقاتها مع أمريكا ودول حلف شمال الأطلسي؟ مساء الخير لك ولي ضيوفكم ومشاهديك المحترمين بسا النور يعني أعتقد بأن تركيا ليست بوارد التخلي عن شراكتها الغربية لبل على العكس في الوقت الذي كانت هناك أطراف غربية تقلل من شأن حلف شمال الأطلسي الناتو وتعتبر ميت سريريا ودماغيا كما قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون كان الرئيس رجب طيب إردوغان يؤكد على أهمية حلف شمال الأطلسي وعلى أن استمرار حلف الناتو هو مصلحة لجميع دول أعضاء حلف الناتو أنا لا أعتقد بأن تركيا بوارد أن تضحي بعلاقتها مع شركائها الغربيين ما تفعله تركيا في الوقت الراهن وكان هذا واضح في آخر خطاب لرئيس تركيا رجب طيب إردوغان عندما قال بأن تركيا تريد أن تنتهج سياسة متوازنة ما بين شراكتها مع الغرب في جانب وأيضا مصالحها مع الأطراف الشرقية في إشارة لروسيا في جانب آخر لكن السؤال الأهم هو لماذا وصلت العلاقات التركية الأمريكية إلى هذه المرحلة وليس فقط في الحقيقة العلاقات التركية الأمريكية أيضا نحن نتحدث عن علاقات غير جيدة بين تركيا والاتحاد الأوروبي فأعتقد بأن هناك مشكلة رئيسية يجب أن نبحث فيها طبعا الخلافات التركية الأمريكية ليست جديدة حتى ما قبل حكم الرئيس رجب طيب إردوغان كانت هناك أزمات عديدة تندلع بين الفترة والأخرى بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية لكن اليوم وصلت الأمور إلى مرحلة أعتقد صعبة كما وصفها الرئيس إردوغان وهذا له عدة أسباب فيما يتعلق على سبيل المثال بالمسألة السورية أنا لا أعتقد بأن أزمة S400 نشأت لأن تركيا اقتنط منظومة S400 ما هي الأسباب التي دفعت تركيا إلى الاتجاه نحو روسيا من أجل اقتناء منظومة S400 هنا السؤال الحقيقي الذي يجب على الإدارة الأمريكية وكان يجب على الإدارات الأمريكية السابقة أن تجيب عليه الجواب ببساطة لأن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت أن تعطي تركيا منظومة صواريخ باتريوت هذا أيضا يجب أن يقربه الأمريكيون أيضا هناك جوانب أخرى في كل مرة يتحدث الأمريكيون عن أهمية أن تكون تركيا جزء من المنظومة الغربية وأن تقوم تركيا بواجباتها تجاه التحالف أو تجاه انخراطها داخل حلف الناتو لكن ولا مرة سمعنا أن الأمريكيين يتحدثون عن الواجبات التي يجب أن يقوموا بها هم تجاه تركيا هل الدعم الأمريكي للوحدات الكردية في سوريا وما يشكله من تهديد لحلف شمال الأطلسي هل يعتبر حالة طبيعية في العلاقة الكردية الأمريكية يعني أنت ذكرت أسباب عديدة سيد محوو هل إيواء المتحدة الأمريكية لتنظيم ولزعيم نعم ذكرت أسباب عديدة للتوتر التركي الأمريكي الحاصل طرح آخر مختلف تماما يرى بأنه قد يكون الموضوع شخصي المعارضة التركية مثلا قالت بأنه أردغان يسعى للقاء وينفرد بلقاءات خاصة مع الرؤساء الأمريكيين بايدن رفض هذا الموضوع في الفترة السابقة ربما هذا جعل أردغان يغضب من بايدن ومن الإدارة الأمريكية بالدليل أنه قبل مجموعة العشرين كان يقول عن بايدن بأنه صديقي اليوم بات الموضوع مختلف باتت النغمة أو اللغة التي تحدث بها أردغان عن أمريكا عدائية بشكل كبير يعني هناك مشكلة عميقة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا كانت هناك محاولة من الجانب التركي والأمريكي إلى إطلاق بداية جديدة بين أنقرة وإدارة رئيس جو بايدن وكان الملف الأفغاني بوابة لمثل هذه الانطلاقة أيضا عندما سافر الرئيس إردغان إلى نيويورك كان على ما يبدو كان هناك أمال بأنه أن يجتمع مع الرئيس جو بايدن لكن الرئيس بايدن لم يجتمع مع إردغان وبالتالي في الشكل نعم يمكن أن نقول بأنه ما حصل في نيويورك ربما دفع الرئيس رجل طيب إردغان إلى أن يكون أو أن ينتهج نبرة أكثر حدة تجاه إدارة رئيس جو بايدن لكن الأزمة قائمة منذ البداية العلاقات ليست جيدة بين إردغان وبين بايدن حتى عندما كان بايدن نائب للرئيس باراك أوباما أنا أعتقد بأن هناك حالة من انعدام الثقة بين الجانبين وهذا الأمر يشكل معضلة في تحسين العلاقات التركية الأمريكية أيضا علينا أن ننسى بأن رئيس جو بايدن لديه مواقف متطرفة وجاء رئيس رجل طيب إردغان حتى قبل أن يصل إلى البيت الأبيض سبق وأنصرح بأنه هو يرغب بأن يرى المعارضة التركية موحدة من أجل الإطاحة بحكم الرئيس التركي وأعتقد بأنه حتى الآن الأتراك لا تزال تراودهم شكوك بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى بالفعل إلى أضعاف رئيس رجل طيب إردغان والإطاحة بحكمه أيضا كانت هناك الكثير من الشكوك حول الدور الأمريكي في المزعوم طبعا في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في عام 2016 وبالتالي الأزمة التركية الأمريكية هي أزمة عميقة لها أبعاد مرتبطة بقضايا خلافية وأيضا لها بعد مهم يجب أن نشير إليه ولو بشكل سريع وهو محاولة تركيا أن تكون مستقلة خارجيا في سياستها الخارجية عن الغربيين أو على الأقل أن تملك هامش معقول من الاستقلال في السياسة الخارجية عن الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن هذا سبب مهم لا يجب أن تجاهلوا في الحقيقة تصاعد قوة تركيا خلال السنوات الأخيرة رغبتها في أن تكون قوة موجودة في النظام العالم الجديد وهي ترى بأن العالم يعاد تشكيدهم الجديد تساعد قوة تركيا أم تساعد التدخلات التركية في ملفات عديدة ودول عديدة من ضمنها ليبيا والسوريا هذا الانخراط التركي في ليبيا في سوريا في جنوب القوقاز في الملفات الأخرى هو جزء من تصاعد القوة التركية هو جزء من محاولة تركيا ملء الفراغ الناشئ عن تراجع قوة أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية إذا كان هناك تراجع للدور التركي في بعض الملفات مثل الملف السوري إذن لا يمكن الحديث أن الملف السوري قد يكون نقطة خلاف بين تركيا وأمريكا كون أن أمريكا تتراجع